السلام عليكم أسعد الله و أوقاتكم بكل خير أيها المتابعون الأعزاء لازلنا معكم في سلسلة إسهامات العلماء المسلمين في بناء الحضارة الإنسانية و ربما هذا المنظر الجميل الذي في الخلف منظر النوافير يوحي إلينا أو يدعونا أن نتفكر و نتأمل إلى ما أسهم به علماؤنا و مهندسون المسلمين في جانب هذا الفن البديع فن النوافير لا شك بأن هذا الصوت صوت خرير الماء حقيقة يحجب عنك صخب المدينة و ذلك الإزعاج الذي قد يشوش على فكر الإنسان فالجلوس في حديقة أو في بستان أو في مكان جميل كهذا الذي نحن فيه في الشقب و هذا الصوت الجميل للنوافير و الذي يهدئ النفوس و يساعد على الاستجمام و الترويح على النفس نرجع قليلا و نعود للوراء تحديدا قبل قرن من الزمان أو أقل من ذلك بقليل في القرن التاسع الميلادي و في بغداد تحديدا كان هناك لدينا إخوة محمد و أحمد و الحسن أبناء موسى بن شاكر ألفوا كتابا اسمه كتاب الحيل في هذا الكتاب وضعوا الطريقة العلمية لتقنية النافورة بشكلها الحالي طريقة تدوير الماء و دخوله و خروجه بجهة معينة و وضعوا أذرع و صمامات بناء دقيق و تصميم بديع للنوافير التي نراها اليوم منتشرة في حدائق العالم أبعد من ذلك و أغرب من ذلك في الأندلس تحديدا و في مدينة غرناطة تحديدا و في ساحة قصر الحمراء تحديدا نسمع بحديقة الأسود هذه الحديقة تجمع 12 أسدا مجسم من الرخام يخرج منها الماء طبعا هذه الأسود تشير إلى عدد الساعات ساعات اليوم و الليلة في بداية كل ساعة يخرج الماء من فم أحد الأسود تصميم بديع حقيقة يحدون إلى أن نتأمل في تاريخنا المجيد الذي حقق هذه الإنجازات